بعد ذلك رقم ستة وعشرين انت بتناسي التمثيل التجالي في كل دول العالم وتطلب منه قوائم كما قلنا كده بالشركات المستهدفة والحاجات دي اللي انا قلتها عملتها ومجاش شغل فاعرف ان اللي بيعملها لك عملها بالله انت عملت الحاجات دي وصرفت وعدى مثلا شهرين بالزبط يعني لو عملت الحاجات دي وعدى شهرين ومجاش حتى لو انا اللي عملهم قول لي انت فاشل والسلام عليكم ونحن كده مش نفع نكمل مع بعض بس الحاجات دي تكون نتعاملت كلها لان دي اساسيات شغل انا بديلك الميليموم اقل حاجة في السوق اي حد بيجيله شغل من غير ما اعمل هذه الحاجات دي مش شغل هيستمر على طول او هو بقى هيتطور نفسه واشتغل رزق بس انا اقول لك الصح في السنواء العامة طالما كانش بيزاكر وبيلعب وتع وجات معاه كده بهلواني ودخل كله الطب قدامه حاجة من اتنين يزاكر ويعدي من نفسه عشان يبقى دكتور يفشل في الكلية ويسقط ويحاول كلها تالي فنفس الحكاية كده في ناس ما بدأتش صح بس ربنا كرامة رزق اهرأ في السنواء العامة واحد ما كانش بيزاكر للنهار وطاحن نفسه وفي الاخر دخل كله مثلا خدمة اجتماعية او مععد لاسلكي مثلا قدامه حل من اتنين يتعب نفسيا ويطيع خالص اشتركوا في القناة